عشان كده احنا ممكن بقى نروح لي النظرة الفنية شوية وتحليلنا ليه النهاردة هابدأ بالزمالك تمام الزمالك ربما بيعاني شوية من فكرة هنا أو القوة زي ما بتقال الدفاعية عندهم مشكلة وعندهم غيابات وعندهم غيابات كمان مهمة أو أساسية مؤثرة لو احنا هنتكلم يعني فبتشوف برضو ده ازاي ممكن يكون لصالح الاهلي لو هنتكلم وحسألك نفس السؤال بالعكس وطبعا في صالح النادي الأهلي لو النادي الأهلي استغل النقطة دي وكابتن سامي أكيد بيحضر للمباراة بشكل جيد وعلى علم بالغيابات هو الفريقين حفزين بعض وحتى لو عناصر الغيبة في نادي الزمالك موجودة هي على نادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية على دراية باللعبة دي وعلى دراية بإمكاناتهم الفنية وعلى دراية بكيفية التعامل معهم واللعبة دي لعبة مباراة أهلي وزمالك قبل كده يعني هي مباراة الأهلي وزمالك دايما مش مكياس للعيب أو ممكن تبقى مولد نجم جديد يعني مثلا في ظل الغيابات اللي بيعاني منها نادي الزمالك ممكن تلاقي النهاردة لعيب في نادي الزمالك نجم جديد يعني بنشوفه وبيظهر في الكرة المصرية بياخد سقطه وبياخد مكانه ومكان لعيب كبير في التشكيل لكن نادي الأهلي النهاردة يقدر يستغل النقط دي يقدر يستغل وجود محمد مجدي أفشا في منطقة المنطقة اللي ما بين خط دفاع نادي الزمالك وخط الوسط اللي هي كل ما بين مثلا حمود حمدي الوينش ومحمد عد الغني وإمام عشور ووروقة المنطقة دي لو تحركات أفشا اللي بيعملها دايما في المنطقة دي وتحركاته ما بين الخطوط اللي بيعملها بشكل كويس جدا ويعمل عملية الربط لو أفشا استغلها بشكل كويس أعتقد هتسبب مشاكل كبيرة جدا لنادي الزمالك ولو أفشا استغلها هجميا لصالح النادي الأهلي أعتقد هيفرق كتير جدا لو أفشا في حالته الفنية والبدانية العالية جدا هيبقى سلاح مهم جدا لكالتنسامي ومصان هيقدر يستغله جابها الشمال للنادي الأهلي النهاردة في صل العددي في نادي الزمالك عدم وجود حاسم إمام عدم وجود المسلوسي بنسبة كبيرة يعني أحد لعيب قطاع الناشئين من نادي الزمالك هو اللي ممكن يشارك فأعتقد ده ممكن تضي أفضلية فنية للنادي الأهلي من الناحية الشمال للنادي الأهلي عن طريقة عالي معلول أو أحمد عبدالقادر أو أي حد هيشتغل في الجابهة دي أعتقد لو نادي الأهلي اشتغل عليها بشكل كويس ممكن يقدر يعمل صغرة في خط ظهر نادي الزمالك في الناحية الدفاعية وتبقى مفتاح لها بمهمة جدا في الناحية الجميل للنادي الأهلي طيب